اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو مهم جدا وللغاية لاهل المغرب وما حدث في المغرب من زلزال بفكرنا بما حدث في تركيا وفي سوريا زلزال قوي جدا وفي منطقة ما كناش نتخير ان يحصل فيها زلزال بهذه القوة بهذا العنف تعازينا لكل اهل المغرب وحبايبنا هناك قلبنا وقلب كل العرب معاكم احنا زعلانين جدا من اللي حصل ملناش دعوة بالسياسة واللي بيحصل في السياسة احنا لنا دعوة بالشعوب الشعب المغرب يا جماعة في ازمة هاريت الناس كلها تدعي تدعي من قلبها للي بيحصل دلوقتي لاهل المغرب وربنا ينجيهم في اماكن دلوقتي واحنا بنتكلم اللي مش عارفين يوصلوا لهم لانها في مناطق جبلية وعرة والمناطق بسبب الزلزال الطرق اتقفلت ادعوا يا جماعة بقد ما تقدروا ربنا يستر على الناس طبعا وزلزال صعب جدا وكل العالم ينطفد بسبب هذا الزلزال تعالوا نعرف مع بعض اخر التفاصيل والاخبار اللي لسه نزلة دلوقتي حالا على العاجل من العديد من المواقع منها سكاي نيوز بالعربية قبل ما نبدأ في الخبر من العاجل الرئيس الامريكي اشعر بحزن عميق بسبب الخسائر في الارواح والضمار اللي سببه الزلزال في المغرب ووزارة الدخلية المغربية بتعلن عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال 820 قط وطبعا هنشوف مع بعض كمان اعنف زلزال يضرب المغرب منذ القرن يعني من 100 سنة مشاهد مؤلمة لهولة المأساة زي ما انتوا شايفين المباني وقعت للأسف على الناس وهم نايمين نفس المأساة اللي حصلت في تركيا في التوقيت انه هو وقت الفجر الناس نايمة محدش صاحي فالناس اتفجأت اتزعرت اترعبت بمعنى اصح وارتفعت الحصيلة الاولية للزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت الى 820 قطيل و672 جريح منهم بيقولوا 210 في حالة خطرة وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية في حصيلة الاسف مؤلمة للهزة الارضية التي ضربت مساء الجمعة واحدد مركزها بجامعة اغيل باقليم الحوز بلغ عدد الضحايا الى حدود الساعة العشرة من صباح اليوم السبت 9 سبتمبر الجاري 820 حالة وفاة 672 اصابة من بينها 205 اصابة خطرة ومن المتوقع ان يرتفع عدد الضحايا بينما يكافح رجال الانقاذ للوصول الى المناطق النائية الاكثر تضررا يعني الحصيلة دي على الساعة 10 الصبح احنا دلوقتي الساعة 2 فالله اعلم اكيد بعد 4 ساعات اكيد دلعدد دلوقتي زاد وكان رئيس بلدة قريبة من مركز الزلزال لموقع امتو الاخباري المغربي ان عدة منازل في البلدات المجورة انهارت جزئيا او كليا وانقطعت الكهرباء والطرق في بعض الاماكن واوضح عبد الرحيم يد داود رئيس بلدة طلعت نعقوب ان السلطات بتعمل على تطهير الطرق عشان يقدروا يوصلوا لهم علشان يقدروا سيرات الاسعاف والمساعدات توصل للسكان المتضررين لكنه قال ان المسافات الكبيرة من الكرة الجبلية تعني ان الامر سيستغرق وقتا لمعرفة مدى الضرر وهي دي بقى المصيبة الطرق الجبلية انهارت مش عارفين يوصلوا للناس ينقذوهم فاشان كنت اعملوا لكم ادعوا يا جماعة الوضع صعب في المغرب جدا جدا رقد الناس الذين استيقظوا على وقع الزلزال الى الشوارع في حالة من الرعب وعدم التصديق وزي ما انتوا شايفين الصحة العالمية دلوقتي بتقول زلزال المغرب اضرب 300 الف شخص في مراقش والمناطق المحيطة والجيش المغربي بينشر بشكل مستعجل فرق لوجستية جوية وبرية لمساعدة المناطق المتضررة كلما بيجي خبر عاجل في الاسفل هنا هقوله لحضراتكم على طول مهم اظهر التلفزيون الرسمي اشخاص بيتجمعوا في شوارع مراقش في وقت متأخر من الليل خائفين من العودة الى المباني التي ربما لا تزال غير مستقرة وكان رجل انه كان يزور شقة مجاورة عندما بدأت الاطباق والمعالق الجدارية تنهمر والناس في حالة من الهلع والزهول ووصفت امرأة الفرار من منزلها بعد الاهتزاز الشديد وقال رجل يحمل طفل نستيقص في السرير بسبب الاهتزاز الزلزال يا جماعة الناس حسد بيه لمدة دقيقتين سبعة رختر لمدة دقيقتين دقيقة يعني مدة كبيرة جدا بالنسبة لزلزال كبير زي كده فيه صور اخرى بستها وسائل الاعلام المحلية بحث عمال الطوارئ عن ناجين وسط انقاض المباني واضاءت سطرتهم الصفراء العكسة المشهد ليلا واحدث الزلزال فجوة كبيرة في احد المنازل وكادت سيارة ان تدفن تحت انقاض مبنى منهار بتخيلين يا جماعة المناظر والكلام اللي انا بقوله وفي مراقش تعرض مسجد الكتيبة الشهير الذي بنية في القرن الثاني عشر لأضرار لكن لم يتضح حجمها على الفور وتعرف مأزاناتها التي يبلغ ارتفاع حوالي 70 متر باسم سقف مراقش ونشر مغاربة مقاطع مسورة بتظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تزحيد بالمدينة القديمة في مراقش المدرجة على لائحة اليونسكو للتراس العالم يا زي ما انتوا شايفين يا جماعة الزلزال موقع المبنى هم بصوا بصوا يا جماعة المنظر وحاجة صعبة وخبر تاني بصورة احنا هنقل مع بعض على طول الأخبار أول بأول من الجديد للأقدم عشان نعرف اللي بيحصل دلوقتي في المغرب اهو هنبدأ نعمل ريفريش للصفحة عشان لو فيه اي حاجة اهو بايدن بيقول اشعر بحزن عميق بسبب الخسائر في الأرواح والدمار اللي سببه الزلزال في المغرب بتاع نشوف اللي حصل تعاطف عربي وعالمي في المغرب مع المصاب الأليم عربت العديد من الدول العربية والعالمية عن خالص التعازي للمغرب بعد الزلزال المدمر منها الامارات قال الشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات على حسابه على تويتر او على اكس اعزي اخر ملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف الى جانب اخوانا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الاوقات الصعبة وحافظ الله المغرب من كل شر وايضا عمل الشيخ محمد بن رشد المكتوم ايضا تعازيه وقال خالص تعازينا مواسطنا الاخواتنا في المغرب وايضا السعودية ومصر طبعا مش هنقرأ كل الكلام اكيد فاهمين كلام التعازي من التكلم عن الدول اللي قدمت تعازيه لغد الوقت والاردن والكويت وسلطنة عمان وايضا جمعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والمانيا والهند وتركيا العالم كله يا جماعة متضايق على اللي حصل وقال بايدن برضو الولايات المتحدة تقف الى جانب المغرب فهذه اللحظة الصعبة وفرنسا وامريكا وزمانتوا شايفين كل العالم بيتكلم على المغرب نرجع تاني الاخبار المهمة اللي موجودة على العاجل بالنسبة للزلزال زمانتوا شايفين من هيئة المسح الزيولوجي الامريكي بقى بتبتدي انها تحلل الزلزال اللي حصل على المغرب وكمان خطورته زمانتوا شايفين معايا كده قالت هيئة المسح الزيولوجي الامريكي ان مركز الزلزال اللي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة اغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلو جنوب مراكش وقالت الهاية ان قوة الزلزال بلغت 6 8 من 10 هو 7 درجات يعتبر عندما وقع الساعة 11 11 دقيقة مساءا بالتوقيت المحلي او الساعة 22 او 10 11 دقيقة مع هزة استمرت عدة ثواني ولفت الى ان مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلو تحت سطح الارض في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلو والانتبع معنا القناة عارف ان العمق لما بيكون قليل بيخلي الاحساس بالزلزال صعب وفي كلا الحالتين في ان مثل هذه الزلازل السطحية بتكون اقصر خطورة وقال ان الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة يعني في منطقة مش متوقعة او عارف ان عندهم زلازل يعني مثلا تركيا عارف ان بيجيلها زلازل كتير جدا جدا وكانوا بتحضروا للزلازل دايما وبيبنوا مباني مهيئة للزلازل لكن المغرب يعني عمروهم متعودين على حاجة زي كده فالزلزال جاي في منطقة غير شائعة وغير متوقعة فعشان كده العديد من المساكن في المنطقة معرضة كلها للدمار انها تقع واضافت الهيئة من المعروف ان الزلازل الكبيرة في جميع انحاء منطقة البحر المتوسط بتنتج تسنامي كبيرة ومدمرة واحد الزلازل التاريخية الاكسر بروزا داخل المنطقة هو زلزال لشبونة في واحد نوفمبر الف وسبمائة خمسة وخمسين الذي كدر حجمه من البيانات الغير الالية بحوالي تمانية تختار لان في الوقت ده ما كانش فيه اللي هي الالة اللي بتسجل لكن من الدمار والشكل اللي حصل في البلد ساعتها قدروا ان الزلزال ممكن يكون وصل لتمانية ويعتقد ان زلزال لشبونة قد وقع داخل او بالقرب من صدع تحويل جزر الازور وجبل طارق عشان كده هو قريب من المغرب لانشبونة دي في البرتغال يعني في شمال المغرب قريبة الذي يحدد الحدود بين الصفائح الافريقية والاوراسية كبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال وتوقعت الهاية الامريكية احتمال حدوث اضرار كبيرة ومن المحتمل ان تكون الكرسى واسعة النطاق مشيرة الى ان العديد من الاشخاص في المنطقة يقيمون في مباني مهددة بشدة خلال اهتزازات الزلزالية لان زي ما انا قلت لكم المغرب مش متعودين على حاجة زي كده فغريب جدا ان يحصل لهم زلزال بهذا المنظر واكد مسؤول بالمعهد الوطني للجوفيزياء في المغرب ان الهزات الارتدادية التي اعقبت او ستعقب الزلزال الذي درب المغرب هتكون اقل قوة وقد لا يشعر بها السكان واوضح ناصر جابور وهو رئيس قسم في المعهد لوكلة المغرب العرب الانباء ان الزلزال البلغت قواته 7 درجات على مكياس رختر واحده مركزه 80 كيلو جنوب غرب مراقش شعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط 400 كيلو يعني مش بس مراقش او مركز الزلزال اللي حسه بالزلزال لا ده كل المغرب يعتبر حسه به واضاف ان الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت قواتها حوالي 6 درجات مشيرا لان الهزات الارتدادية عموما بتكون اقل قوة من الهزة طبعا الرئيسية وحسب المسؤول في ان الهزات الارتدادية بتفقد قواتها كلما بتعقدنا عن مركز الزلزال كلام ده جميل جدا واتمنى انه يحصل ان ما يبقاش فيه اي هزة اتدادية كبيرة لان مش عايزين يحصل اللي حصل في تركيا لان لو تفتكروا معايا اول ما حصل الزلزال كان على الفجر تقريبا وبعدها بعشر ساعات حصل التاني هزة او زلزال بنفس القوة فده بقى اللي جاب تركيا وسوريا الارض فربنا يستن ان شاء الله ما يحصلش كده ومن جانبه قال رئيس قسم الرصد والانذار لحسن مهنة ان الزلزال هو اقوى زلزال تم تسجيله في المنطقة الجبلية على الاطلاق فزم انتوا شايفين وفيه دلوقتي عاجل يا جماعة السلطات المغربية تدعو المواطنين للتبرع بالدم بشكل عاجل لانقاذ ضحايا الزلزال المدمر زلزال بقوة سبعة واثنين من عشرة درجة بمكيس ريختر يضرب اقليم الحوز جنوب غرب المراكش هل ده دلوقتي يا جماعة ولا ده بتكلموا عن الاديم بالنسبالي المهم جدا حوالي ساعة فيه خبر مهم عن خبير جيلوجي بيجيب كيف وقع زلزال المغرب ده بالنسبالنا اهم جزء ليه طلق يعني ازاي حصل وليه ضرب زلزال قوي ونادر المغرب ليلة كومعة السبت ما اصفر عن مقتل واصابة المئات والحق اضرار بالمباني من كرة جبال الاطلس الى مدينة مراكش التاريخية استاذ الجيولوجيا والبيئة والتغييرات المناخية احمد ملعبة شرح لموقع سكاي نيوز عربية الاسباب وقوع الزلزال الزلزال الذي وقع او حدث في اقليم الحوز هو زلزال تكتوني بسبب تحرك الصفيحة الافريكية ضد الصفيحة الاوراسية اللي مش فاهم يعني يا جماعة الصفايح احنا على الارض او على سطح الارض تحتنا اللي هي المجمة او الحاجات اللي تطلع من البركان السائل الاحمر ده اللي مليان حرارة ده فوقي طبقات صلبة عامنا زي الصفايح زي الصواني كده بس معمولة من الارض الصلبة دي تحتنا السائل ده السائل ده بيخلي الصفايح دي بتخش ساعات في بعض لو ما بينهم صدع او حاجة فلما بيحصل زلزال او بيحصل اي حاجة او بيحصل الاتنين دول بيخشوا في بعض بينتج عنهم كوة جامدة على هيئة زلزال فالله حصل ان الصفحتين دول الصفيحة الافريكية والصفيحة الاوراسية ده غلوا في بعض وعملوا هذه القوة او هذا الزلزال وعادة ما تتحرك هتان الصفحتان ضد بعضهم البعض على اطراف البحر المتوسط في الشمال والجنوب الحركة كانت اكثر باتجاه الشمال الغربي باتجاه المغرب وهناك فوالك في اتجاه مراقش واقليم الحوز الكبير الذي يبلغ عدد سكانه نصف مليون هناك فوالك شمالي غربي ومن انواع الفوالك المعكوسة وفيه فوالك اخر ناحية الشرق حدثت حركة على صدع ماء العكسي يعني دخل في بعض شديد الانحضار فده اللي عمل المنظر ده كله وقدرت ايضا منطقة جهاد الصدع بتلاتين كيلو في عشرين كيلو وبتحصل العديد من الصدوع الانزلاق والدفع بين الشرق والغرب والشمال الشرقي والجنوب الغربي في الاطلس الكبير واجتمعت الطاقة في هذه المنطقة وهي منطقة تكتونية ليست ناشطة ولكنها سجلت الزلازل قبل كده في 1960 و2004 بالقرب منها هذا الموقع يقع بين السلسلة السفلية والسلسلة العلوية من جبال الاطلس وهي ارض منبسطة وعادة لا يتوقع حدوث زلازل بها تجمعت الطاقة الكامنة على اسطح هذه الصدوع الكبيرة وتحركت مسببة هذا الزلزال المفاجئ بترتبط معظم الزلازل في المغرب بالحركة على الحدود تلك الصفائح مع وجود اكبر خطر زلزال في شمال البلاد بالقرب من الحدود حدث الزلزال رئيسي بقوة 7 درجات على مكياس رختر ثم حدث واحد اخر بقوة اقل من 5 درجات ليس من المتوقع حدوث زلزال اخر كبير بسبب انخفاض قوة الزلزال قلم هيئة مساحة الجيولوجي الامريكي نفس الكلام ان الزلزال استمر عدة ثواني وذكرت الوكالة الامريكية ان الهزر التدائي اللي جات بعده كانت بقوة 4.9 وقعت بعد 19 دقيقة من الزلزال الاولاني وقالت هيئة المسح ان مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلو في حين ان وكالة الزلزال المغربية بتقول انه على عمق 8 فده زلزال خطير جدا كمان كان متابعة نعرف مع بعض هنعمل ريفرش دلوقتي ده الصفحة لو فيه اي حاجة اهو فريق الجيش المغربي بيمشر بشكل مستعجل فرق لجلستية جوية وبرية لاغاثة متضرر الزلازل تحرك عاجل للجيش الجيش نزل يا جماعة بيحاولوا بقدر امكان ينقذوا الناس استنفرت الكوات المسلحة المغربية السبت لاغاثة متضرر الزلزال الاعنف او الزلزال الاعنف في تاريخ البلاد وقالت الكوات المسلحة الملكية المغربية في بيان لها السبت بتعليمات من الملك محمد السادس الكوات المسلحة الملكية بتنشر بشكل مستعجل وسائل بشرية ولجلستية مهمة جوية وبرية اضافة الى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والانقاذ ومستشفى طب جراحي ميداني وتم اتخاذ التدابير الضروري على مستوى القيادة العليا لكوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية كما تم نشر وحدات للتدخل وطيارات ومروحيات وطيارات بدون طيار ووسائل هندسية ومراكز لجلستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الدروري للمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة وده منظر الجيش هو يا جماعة بتجمع عشان يروحوا يساعدوا الناس وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان الطرق المؤدية للمنطقة الجبلية المحيطة بمركز الزلزال كانت مزدحمة بالمركبات ومغلقة بالسخور المنهارة مما ابطأ جهود الانقاذ وذكرت وكالة المغرب العربي ان شاحنات محملة بالبطنيات وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة توجهت للمنطقة وعمل فريق من عناصر الوقاية المدنية المغربية في الساعات الأولى من صباح السبت وبسرعة فائقة على تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات فأسرع وقت ممكن للسكان المتضررين من الزلزال وبحسب وكالة المغرب استنفرت منذ الساعات الأولى فرق الوقاية المدنية الأخرى بعدة مناطق بالمملكة من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال ربنا معاكم طبعا يا أهل المغرب وجيش المغرب إن شاء الله والموضوع إن شاء الله يتحل بأقل خسائر على خسارة كبيرة جدا في الأرواح حاجة والله إحنا مدقين جدا حزانة على اللي بيحصل دلوقتي رئيس دولة الإمارات بيوجه بتسيير جسل جوي لنقل مساعدات عجلة للمتضررين من الزلزال فده كويس جدا جدا إمارات تحركت مش مجرد كلام وبس تعازي يا جماعة الدولة مش محتاجة تعازي يعني الأولى اللي يقدر يقدم مساعدات يروح وكمان دولة الجزائر الدول اللي قدمت التعازي برغم الأزمات اللي ما بين الدولتين ولكن في المحنة اللي زي دي بننسى الكلام ده ادعو ياريت كل الناس تدعي تدعي لأهل المغرب ربنا يعني يقف معهم ويطلعهم من الأزمة اللي هم فيها وياريت الناس تبقلوبها نظيفة وهي بتدعي محدش يشمت محدش يتكلم بطريقة مش كويسة ابعدوا عن السياسة يا جماعة احنا في مصيبة ياريت الناس كلها تدعي بقلوبها ده اللي أنا أقدر أقول عليه وزارة الدخلة زي ما أنتوا شايفين لغد الوقت بيحاولوا كل شوية بينزلوا بهانات لغد الوقت لو فيه أي حاجة جديدة هنعمل فيديو تاني إن شاء الله نوفيكم بكل التفاصيل شكرا أشوفكم بخير في فيديو جديد وتعزينا لأهل المغرب ما تنسوش يا جماعة الاشتراك وتفعيل الجرس وياريتنا اعمل لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد